ألا يستحق المغرب أن نقول به شعراً؟ أن نقول به شعراً؟ ألا يستحق الذين يستضيفوننا أن نقدم لهم من قلوبنا باقات من الحب؟ ولذلك فإنني بإسمكم جميعاً أقول للمغرب أتيت على جناح الطائرات وفوق الغيم أكتب معجزاتي لعين المغرب الشماء مني سلام فيه من طيب الصفات وها قد بالجموع أقول شعراً يسجل في سجل المكرمات وهل إلا نظمت الشعر شوقاً لتربتها وتكريم الذواب؟ فيا شعري فجد بالله عني وقم وانشد حروفاً طيباتي وذر كل الأماكن واحتضنها ولا تبخل بشعرك واللغات فإن بمغرب الأحرار أهل وهم أهلاً أكفاء ثقات ثقات بوركت طبعاً حينما أسافر عادة لا يأتي جن الشعر إلا في الطائرة حينما أصعد إلى الطائرة أبدأ بالكتابة إلى البلد الذي أذهب إليه حب المغرب يسكن في القلوب منذ سنين طويل ترجمة نانسي قنقر